يغادر فريق القوة الجوية لكرة القدم يوم الجمعة المقبل إلى العاصمة اللبنانية بيروت للقاء الصفى اللبناني في أولى مباريات كأس الاتحاد الآسيوي وأشار باسم قاسم المدير الفني للقوة أشار إلى أن مباراة اليوم أمام الطلبة ستكون آخر اختبار للفريق قبل لقاء الصفى اللبناني مضيفا أن ضغط المباريات وحدوث الإصابات هو كل ما يقلقه في ظل التألق الكبير الذي يقوم به الفريق في منافسات الدوري ويذكر أن القرعة الآسيوية قد وضعت الجوية في المجموعة الثانية إلى جانب الصفى اللبناني والوحدة السوري والحد البحريني